تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الغد إيمان جبور إيمان أبدأ معك بردود فعل الحكومة الإسرائيلية على مسودة الاتفاق نعم الردود التي ترد من أقطاب الحكومة الإسرائيلية الحالية الحكومة الانتقالية حكومة لبيد هي ردود إيجابية من معظم أقطابها كان لبيد قد تحدث اليوم في اجتماع الحكومة وقال بأن مقترح الاتفاق الذي اخترحه الوسيط الأمريكي هو مقترح جيد يخضع الآن لفحص قانوني وهناك بعض النقاشات الأخيرة التي تجري الآن ولكنه بشكل عام اتفاق إيجابي يبدو بأن الإشارة إلى النقاشات الأخيرة تتعلق أيضا بمطالبات إسرائيل بجباية الرسوم على استخراج الغاز من قبل لبنان في حقل آخر وتجري على هذا بعض النقاشات ولكن هناك تصريحات إيجابية جدا من أقطاب الحكومة من حزب هناك مستقبل الذي يرأسه لبيد هناك أيضا تعليقات إيجابية من قبل الدوائر الأمنية الإسرائيلية بشأن هذا الاتفاق إذ يعتقد بأن هذا الاتفاق قد يضمن استقرارا أمنيا ليس فقط في المياه الإقليمية والحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بل أيضا بشكل عام على الحدود الشمالية تقول بعض الشخصيات والمصادر الأمنية بأن استخراج الغاز من قبل لبنان وتحسين الوضع الاقتصادي قد يضمن أيضا استقرارا في المنطقة واستقرارا لإسرائيل من حيث حدودها الشمالية بشكل عام مع لبنان هذه هي الردود ولكن شهر قبل الانتخابات الإسرائيلية لا شك بأن كل موضوع سياسي هو متنازع عليه ويخضع للنقاشات المصالح السياسية المعارضة الإسرائيلية نعم بالضبط يعني بأولها زعيم المعارضة نتنياهو كنا قد سمعنا التصريحات هذه التصريحات منه التي تحدثتم نشرتوها قبل قليل يقول نتنياهو بأن هذا اتفاق مذل هذا خضوع لحزب الله وهنا يعني نتنياهو يعمل في أو يتحدث عن الساحة يعتبر نفسه خبير فيها يتحدث فقط عن الساحة الأمنية والتحريد على حزب الله وعلى لبنان بشكل عام ويقول بأن إسرائيل من خلال هذا الاتفاق لبيد من خلال هذا الاتفاق خضع لمطالب حزب الله وسلم مناطق سيادية إسرائيلية للبنان لا شك بأن هذه المناكفات هي مناكفات فقط انتخابية ولكن من المتوقع أيضا أن تكون بعض الألغام القانونية أو القضائية في وجه هذا الاتفاق إذ قد تكون الحكومة ملزمة بإجراء إما استفتاء شعبي وإما نقاش في الكنيسة خاصة وأنها حكومة انتقالية وليست حكومة مستقرة تستند إلى أغلبية في الكنيسة الإسرائيلي وينتظر الآن بأن يكون هناك فحص قانوني لهذا الأمر من قبل خاصة أيضا أنه كان هناك تصريح بأن المستشارة القضائية للحكومة كانت قد سمحت للبيد بالمصادقة على هذا الاتفاق وأيضا بعد مصادقة الكابينيت الأمني السياسي المتوقع أن ينعقد يوم الخميس القادم للحديث في هذا الأمر ولإنجاز الاتفاق ربما بشكل نهائي ولكن قد يكون هناك اعتراض وتقدم بالتماسات للمحكمة العليا من أجل إجبار حكومة لبيد على إجراء نقاش في الكنيسة حول هذا الموضوع وعدم القبول أو التوقيع نهائيا على الاتفاق دون أن يكون هناك نقاش موسع في الكنيسة حول هذا الموضوع وحول هذا الاتفاق وقد علمنا بأن حزب الليكود وهيئات عامة أخرى في إسرائيل ستتوجه بهذا الاتماس للمحكمة العليا من أجل نقد المستشارة القضائية للحكومة وقرارها بأن يوقع هذا الاتفاق دون العودة إلى الكنيسة ودون إجراء نقاش موسع في هذا الشأن ودون إجراء أيضا استفتاء شعبي في اتفاق كهذا الذي يعتبر اتفاقا دوليا كان هناك بالطبع من أقتب الحكومة انتقاد شديد للمعارضة الإسرائيلية بسبب هذه التصريحات إيمان جبور مراسلة الغد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا على كل هذه المعلومات شكرا على المشاهدة